السلام عليكم روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية الموقع الصلط المادة علوم الأرض الصف العاشر المعلم أيسر النبابة اليوم راح نبلش بالفصل الأخير من مادتنا وهو فصل الأمواج والتيارات البحرية وراح نبلش بدرس الأمواج البحرية عشان نفهم الأمواج البحرية لازم نعرف شو يعني الموجة والموجة هي عبارة عن اضطراب يحدث للماء يتحرك فيه نحو الأعلى والأسفل في حركة ذبذبية دائرية ويكون دائما اتجاهها بشكل أفغي في بعض المفاهيم بتصاحب مفهوم الموجة مثل طول الموجة فطول الموجة هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتالية أما ارتفاع الموجة هو المسافة بين قمة الموجة وقاع الموجة زي اللي ينبين أن تكون بالصورة ومعنى سعة الموجة هي المسافة بين قمة الموجة ومستوى قاعدة الموجة اللي هو الخط باللون الكحل تتلاشى حركة المياه عند مستوى قاعدة الموجة يعني عشان أعتبر أنه هاي موجة لازم يكون أعلى من مستوى قاعدة الموجة عشان أكثر أحكي عنها إنها موجة مستوى قاعدة الموجة دائما يعادل نص طول الموجة البحرية ولا يمكن أن تنشأ أمواج كبيرة في بحر ضيق لأنه ما في مساحة تنشأ فيها الأمواج وتكون كبيرة عندي عاملين مؤثرات جدا في الأمواج البحرية مساحة سطح المسطح المائي وعمق المياه أما في مساحة سطح المسطح المائي تزداد حركة الأمواج البحرية بزيادة مساحة السطح وفئة العمق تزداد حركة الأمواج كلما زاد العمق معناته علاقة بين حركة الأمواج مع مساحة السطح وعمق المياه هي علاقة طردية كلما زادت مساحة السطح والعمق زادت حركة الأمواج البحرية تنشأ أكبر الأمواج في المحيطات بسبب اتساع مساحة سطحها وكبر عمقها وتزداد سرعة الموجة وارتفاحها إذا زادت سرعة الرياح مميزات أمواج التسونامي أول شيء تنشأ بفعل الرياح السبب الرئيس لأمواج التسونامي أنها تنشأ بفعل الرياح طول كبير يصل إلى 100 كم بينما يكون ارتفاحها قليل يصل إلى 1.5 متر مراحل تكون أمواج التسونامي عندك أول مرحلة هي التولد والثاني الانتشار والثالثة الإغراق يعني الانتهاء سؤال هل لطول المدة الزمنية التي تهب في أثنائها الرياح أثر في سرعة الأمواج وقوتها حكينا بالأكيد لأن الأمواج إلى أن الرياح هي السبب الرئيسي في أمواج التسونامي فكلما زادت فترة هبوب الرياح زادت سرعة حركة الأمواج وبالتالي تزداد فترة الأمواج وارتفاحها وقوتها ماذا يحدث عند اقتراب الموج من الشاطئ؟ يزداد ارتفاع الموج ويقل دولها وتبدأ الأمواج بضرب الشاطئ درسنا الثاني التيارات البحرية والتيارات البحرية تعني حركة مستمرة وموجهة للمياه البحرية تحت تأثير قوى متعددة فما هي القوى التي تسبب للتيارات البحرية؟ الرياح الأمواج المتكسرة قوة كوريوليس أخذناها الفصل الماضي ونحكي عنها الآن جاذبية القمر من مد وجزر والفرقات في ملوحة المياه البحرية ودرجة الحرارة أهم العوامل التي تحدث نتيجتها التيار البحرية الدفع الناتج عن الرياح السطحية واختلاف كثافة المياه تتحرك التيار البحرية مع اتجاه عقارب الساعة متى لما تكون في نصف الشمال من الكر الأرضية وتتحرك عكس عقارب الساعة لما يكون في نصفها الجنوبي حكينا عن قوة كوريوليس أحد أنواع القوة التي تسبب للتيارات البحرية وسببها أنها أول شيء تؤثر على حركة الرياح مما يؤدي إلى انحراف حركة الرياح في نصف الكر الأرضي الشمالي وإلى اليسار في نصفها الجنوبي بسبب دوران الأرض حول نفسها أنواع التيارات البحرية تقسم إلى تيارات بحرية باردة وتيارات بحرية دافئة التيارات البحرية الباردة هي التيارات التي تكون جائية من المناطق القطبية وتعمل على تبريد السواحل التي تمر بها لأنها تيارات باردة بالأصل أما التيارات البحرية الدافئة هي التي تأتي من المناطق الاستوائية المعروف عنها أنها ذات حرارة عالية وتعمل التيارات الدافئة على تدفئة السواحل التي تمر بها أهمية التيارات البحرية تزويد قاع المحط والأكسجين نقل الدفع من السطح إلى الأعماق تقوم التيارات الصاعدة بحمل الفسفور والسيليكوم وثاني أكسيد الكربون من الأعماق إلى السطح وتساهم أيضا في اعتدال درجة حرارة سطح الأرض لأنه لما يكون لدي في تيارات بارد ساخنة كيف تعمل هذا على اعتدال درجة الحرارة سؤال كيف تساهم التيارات البحرية باعتدال درجة الحرارة للسطح الأرض حكي أن تقوم بنقل الحرارة من أماكن الفائض الحراري الاستوائي إلى أماكن العجز الحراري اللي هو المناطق الباردة ماذا يحدث عند التقاء التيارات البحرية الباردة والدافعة مع بعض يحدث ضباب نتيجة اختلاف درجة الحرارة ذوبان الثلوج وترسب للمواد العالقة وتكون الشواطئ البحرية سؤال تعد مناطق التقاء التيارات البحرية الدافعة بالباردة أغنى مصائد الأسماك في العالم لأنها تكون شواطئ بحرية تتجمع الأسماك عندها هيك انتهى درسنا وفصلنا أسئلة الفصل صفحة الرجل الواجب هيك انتهى تمادتنا دمتم بحفظ الله ويعطيكم العزيز أتمنى لكم التوفيق ونلقاكم بالقمة أكاديمية العزيز